السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة اخترنا لك النهاردة هحكي لكم قصة ممكن ناس كتير ما تصدقهاش محمد اتلقى مليون جنيه ورجعهم لصحبهم ومرضاش ياخد حتى نسبة القانونية بتاعته محمد عنده 49 سنة وشهرته كاشريلا معه دبلوم صناعي وسواء مقيم في باني سويف واللي رجع الحقيبة اللي كان فيها مليون جنيه لصحبها وقال ان الرزق بركة مش عدد والامانة كنز لا يفنى اللي قاعد دوت سواء من باني سويف اتلقى مليون جنيه بحلهم وردهم لصحبهم ومرضاش ياخد منه اي فلوس تانية لكن ابنه الصغير الرجل اثار انه هو يديله عادية لان احنا كنا في العيد تعالوا نشوف بالتفصيل قصة محمد والمليون جنيه هم دول يا جماعة المصريين هم دول ولاد مصر اللي ناس كتير بيرهنوا عليهم لا دول ولاد مصر ده محمد ده الجدع ده الشهم ده الامين هم دول ولاد مصر محمد بيشتغل سواء اوتوبيس رحلات من عشرين سنة وكلفه مالك الشركة اللي بيشتغل فيها واللي اتعقدت مع المحافظة ان هو ينقل العائدين من الخارج بعد لما ينهوا فترة العزل بالمدينة الجامعية بمدينة بني سويفي الجديدة شرق النيل لغاية ينقلهم لغاية موقف ركاب المونيب علشان يرجعوا لمحافظاتهم وبعدين اتحرك بالسيارة الساعة 2 الدهر اخر ايام شهر رمضان المبارك ومعه 35 راكب بالشنات بتاعتهم ووصلوا لمحطة المونيب قبل معاعد الفطار بحبة زغيرين وبعدين لما خلص راح لمنزل واحد من قريبه في المعادي وفتر معاه وفي طريق وهو راجع لغاية بني سويف وعند مدخل الطريق الصحراوي اتلاقي حد بيتصل بيه بالتليفون من اصدقائه وبيشتغل الراجل اللي بيتصل بيه ده فرد امن بعزل المدينة الجامعية قال له ايوة يا محمد واحد اتصل بيه دلوقتي وقال لي ان فيه شنطة نساها في الاوتوبيس بتاعك فمحمد رد عليه وقال له ان هو هيدور على الشنطة دي وبعد عشر دقايق اتفاجئ محمد اتصال تاني من مين؟ من واحد عارف من كلامه ان هو عايش في قفر الشيخ وان هو صاحب الشنطة وقال لي ان الشنطة دي فيها شق عمره كله وتعبه في بوزابي لمدة ثنين فمحمد قال له طب اهدى اهدى استاذ كده اهدى وامسك نفسك انا هدور عليها في قويس في الاوتوبيس بتاعي وقديني بس خمس دقايق لغاية لما اروح ادور وقفل محمد التليفون ورح يدور في الاوتوبيس تلاقى فعلا الشنطة على رف من رفوف الحقائب الصغيرة واصل محمد كلامه وقال اتصلت بصاحب الشنطة واتفقنا على ان هو يجي باني سويف عشان يستلمها وفعلا وصل ومعه واحد من اصدقائه وصل امتى وصلتان يوم الصبح واستقبلته على نصية الشارع اللي انا عايش فيه وعرضت عليه ان هو يجي معايا البيت علشان يستريح من السفر لكن هو رفض واخد الشنطة وتأكد من كل محتوياتها وشكرني جدا قبل ما يسافر تاني لقفر الشيخ وطبعا انا مرضيتش اخد منه اي حاجة لان الامانة ملهاش تمن الامانة دي بتاعة ربنا سبحانه وتعالى وانا تربيت على كده وبربي ولادي على كده وبقول لهم لو تلاقيتوا اي حاجة في الشارع هاتوها ونردها لصاحبها محمد بيقول ان صاحب الشنطة قال له خد النسبة القانونية بتاعتك واللي حلها الشارع لكن انا مرضيتش ابدا اخدها لكنه اصار ان هو يدي ابني خمسمائة جينية عادية بمناسبة عيد الفطر فوافات وسبحان الله المبلغ ده لسه بصرف منه ومخلص وربنا وضع فيه البركة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر